يا مساء الخير يا مساء السعادة على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى النهاردة وأنا جاي أتكلم معاكم حاسة قوي بجد بنفس إحساس القلق والخوف اللي جوه كل أب و أم خوفهم على أولادهم وخصوصا اليومين دول ما فيه شك إن أولادنا دول أكيد أغلى حاجة في حياتنا يعني أقطع من جلدي وديهم أقطع من لحمي زي ما المصرين بيقولوا كده ودي ابني أو ودي ابنتي أغلى حاجة يعني ممكن يعني أبيع نفسي وبيع هدومي عشان لو شفت ابني محتاج حاجة ولا مريض لا سمح الله يعني ما بفكرش فما دول أغلى حاجة عندنا أغلى ما في حياتنا والطبيعي جدا طبعا إحنا نخاف عليهم ونقلق عليهم ودايما لازم نكون مركزين معاهم خاصة خاصة في سن المراهقة النهاردة بقى لازم نركز ومش بس تركيز عادي لا ده التركيز كمان هيبقى مضاعف وعنينا تبقى في وسط رسنا بزيادة قوي قوي ليه بقى يا إيمان لأن الخطر اللي بيهددهم اليومين دول بقى خطر كبير جدا وبقى خطر ده متقيل وبيحوتهم من كل ناحية والخطر ده ممكن لسمح الله بيوصل للوفاة والموت ليه بقى لأن هم دلوقتي معظم وقتهم مقضينوا على التليفون وفتحين التيك تاك دي حقيقة ومش هنعرف نهرب منها كتير بقى لنا فترة عاملين نفسنا مش شايفينها لكن خلاص ده بقى واقع واقع عايشين فيه وفي نفس الوقت أهلي كتير جدا يجوا لولي ما أنا مش عارف أمنع ابني إنه هو يبقى على التيك تاك أنا مش عارف أمنع ولادي بنلاقيهم بيتفرجوا على فيديوهات أو هم اللي بيعملوا فيديوهات وقلنا ماشي يعني فيديو بيرقصوا فيه بيتحكوا فيه بيعملوا كوميكس مثلا حاجات تركيب صوت حاجات لطيفة بيهزروا وقلنا ماشي لكن لغاية ما توصل للكارسة الحقيقية وهنا مش ماشي الكارسة الحقيقية اللي احنا بنعاني منها دلوقتي وهي التشالنج اللي على التيك تاك أو بيسموها تحديات التيك تاك اللي بيتعرضوا لها كل يوم هم مسكين الموبايل وبيقلدوها تقليد أعمى أنا شايف تشالنج آه أنا لازم أدخل وباين للناس أن أنا شاطر وأجيب فالورز كتير وأجيب لايكس كتير وكمان الهدايا اللي بتتحط على التشالنج دي بتغري أي حد أنا فيه فلوس ده خلالي فيه هدايا بفلوس فأنا لو هموت نفسي لازم أدخل وبقى قد التحدي لأنه اسمه تحدي التحدي ده فيه خطورة كبيرة قوي على صحتهم وحياتهم وتركزهم وأعصابهم تعالوا كده مع بعض الفترة اللي فاتت سمعنا كلنا يمكن يعني 80% من الشعب المصري الفترة اللي فاتت دي عن تحدي اسمه كتم الأنفاس اللي ممكن فعلا يضيع حياة بني آدم ويضيع حياة طفل وهو فاكر أنه بيلعب ليه بقى لأنه في اللعبة دي بيصاب بالاختناء أو الغيبوبة يبقى دي أول لعبة ممكن يجيله غيبوبة أو يتخنق وده شفنا حلق كتير كده ده أول تشالنج تاني تشالنج على التيك توك وهو تحدي القفز إلى الأعلى اللي فعلا وشفنا الحالة دي اللي تسبب في طالب عمره يا حبيبي 13 سنة يصاب بكسر في العمود الفقري وهو أصلا الولد ده بطل بطل من أبطال مصر في الجودو تخيلوا يبقى قلنا أول تشالنج تاني تشالنج تالت تشالنج على التيك توك لعبة تشارلي يا حاجة غريبة قوي لعبة عجيبة وغريبة وسمعنا عنها فجأة كده قال إيه استحضار للأرواح والشياطين وحاجات غريبة كده لهي في مجتمعنا ولا في أي دين من الأديان يا جماعة دي مش ألعاب ده شر شر كبير وقزى غريب بيهدد حياة ولادنا عشان كده النهاردة أنا معاكم وحلقتنا هنتكلم فيها عن التحديات الخطيرة اللي منتشر على تطبيق التيك توك وإزاي نحمي أولادنا منها وليه أولادنا بيجروا وبينجذبوا جدا لكل الأبليكيشنز دي هنعرف ده كله مع الدكتورة شيرين درديري استشاري السحة النفسية ومعالجة الاضطرابات السلوكية ولا هنتقبل معاها بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر